موسيقى الانتهاء من تأهيل 1372 كيلو متر من الترع والعمل على تنفيذ 4584 كيلو متر في إطار المشروع القومي لتأهيل الترع ارتفاع عجز ميزانية إيطاليا إلى 5.2% من نتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بسبب تداعيات كورونا الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا غير متوقع لطلبات إعانة البطالة نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل أهلا بكم أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل 1372 كيلو متر من الترع والعمل على تنفيذ 4584 كيلو متر وتوفير الاعتمادات لحوالي 1089 كيلو متر أخرى وأشار تقريرهم بشأن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمشروع القومي للتحول من نظم الرأي بالغمر للنظم الرأي الحديث إلى أنه بذلك قد بلغ إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلو متر حتى الآن وبذلك قد تم تجاوز 7000 كيلو متر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم رصد 798 مشروعا يجري تنفيذها حاليا على أرض المحافظات ضمن البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري وأشار الرزير إلى أنه من بين المشروعات ما كانت جارية بالفعل أو كانت متعترة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تدليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى علاقة وزارة الإسكان بدأ تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية تابعة بشبين القناة الربقاليوبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة تشمل المشروعات تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحضار الصرف الصحي بتلك القرى بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف الصحي للمنازل بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكدت وزارة التمويل والتجارة الداخلية وجود 20 سلسلة تجارية مشاركة بمعارض أهل الرمضان بحوالي 1800 تركم بتخفيضات تصل إلى 35% بالإضافة إلى المعارض الرئيسية بالمحافظات فتحة الأبواب استعدادا للشهر الكريمة وفتحة معها التخفيضات التي تصل إلى 30% بكل السلعة فأكثر من 20 سلسلة تجارية بما يتجاوز 1500 رقنة دخلت مبادرة التخفيض هذا العامة في معرض رئيسي في محافظة القاهرة و26 معرض في باقي محافظات الجمهورية التخفيضات بتتراوح من 15% إلى 30% مشارك معنا السنة دي أيضا أكثر من 20 سلسلة تجارية بـ 1845 رقن أو جناح داخل هذه السلاسل التخفيضات التي تشبكت فيها وزارة التمويل مع الغرف والسلاسل التجارية جاءت في كل السلع أساسية كانت أو رمضانية فهنا كثرة العروضة على الزيت والأرز والسقر والبلح والياميش أيضا عندي السمنة بتبدأ بـ 7 جنيه و75 إرش عندي الرز بيبدأ بـ 5 جنيه و75 إرش عندي السكر بـ 8 جنيه و65 إرش عندي الماكارونا بـ 2 جنيه ورب عندي السلسلة بتبدأ بـ 4 جنيه و15 إرش ولأن المنظومة تبدو متشابكة للتخفيف عن المواطن فإن منافس جمعياتي والمجمعات الاستلاكية قد دخلت في خط التخفيض للسلع الرمضانية والأساسية أيضا دي حاجة كويسة جدا وتعتبر إضافة كبيرة جدا الفروع على مستوى جمعاتي كلها ومع تلك التخفيضات فإن صرف السلع التمونية بداية الشهر جاء ليضيف بعدا آخر في تلبية كل احتياجات المواطن من السلع الأساسية خاصة وأن دعم الفرد على بطاقة الدعم يصل إلى الـ 50 جنيه واحد أربعة ده صرف التمونين بالنسبة لشهر أربعة ورمضان جاي في نص أربعة وهيكمل في شهر خمسة فإحنا إن شاء الله بالنسبة للتمونين موجود شهر أربعة وشهر خمسة بذلك يكون المشهد قد اتكمل فمع التخفيضات بالمعارض وصرف السلع على بطاقة الدعم تكون الدولة قد نجحت في تلبية كل احتياجات المواطن سلعيا للشهر الكريم ما على المواطن إلا الاختيار بين تلك المنافذ أو المجمعات الاستلاكية أو السلاسل التجارية أو المعارضة التي تنتشر بالمحافظات والتي توجد بها السلع الرمضانية بتخفضات انتصل في البعض منها إلى الأربعين في المياه رمضان الشحات النيل بحثت وزيرات الهجرة نبيل مكرم وتضامن نيفيني قباج أوجه التعاون في إطار مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما بحثت الوزيرتان التعاون في مبادرة نورت بلدك التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تدعيات كورونا وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الهجرة أن جهود أجهزة الدولة تتضافر لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية في حين أشارت وزيرة التضامن إلى ضم سبعين من القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إيطاليا حققت الميزانية عجزا بنسبة 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مقرنة مع فائد بنسبة 1.9% عن نفس الفترة من عام 2019 وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات أنه على مدى العام بالكامل سجل العجز نسبة 9% ونسبة 9% وخمسة 18% من الناتج المحلي الإجمالي وقال المعهد أن تدهر الأرصد العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وغفاظ الإيرادات المرتبطين بجائحة كورونا ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي وذلك رغم اكتساب تعافي سوق العمل زخما من انتعاش النشاط الاقتصادي مدفوعا بزيادة التطعيمات وتحفيز مالي كبير وقالت وزارة العام الأمريكية إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة بلغ سبعمائة وتسعة عشر ألفا للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مارس مقارنة مع ستمائة وخمسة وثمانية وخمسين ألفا في الأسبوع السابق والتي كانت الأقل منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت السلطات إغلاقات إلزامية على الأنشطة غير ضرورية ارتفع الروب الروسي إلى ستة وسبعين مقابل الدولار ليتعافى من أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في اليوم السابق وذلك بعد أن أنفقت مجموعة أوبيك بلاس تفقت على تخفيف تخفيضات الإنتاج وارتفع الروب ال بنسبة ثلاثة من عشر في المائة في مقابل الدولار إلى خمسة وسبعين وتسعة وسبعين من مائة ليبتعد عن أدنى مستوى في أسبوع وفي مقابل يورو ارتفع الروب ال ثلاثة من عشر في المائة إلى تسعة وثمانين وستة وخمسين من مائة ارتفع انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10 و25 من 100 مليون برميل يوميا في مارس من 10 و1 من 10 مليون برميل يوميا في فبراير يأتي تعافي انتاج النفط الروسي عقب هبوط في فبراير حين قالت مصادرهم بالقطاع إنها تحديات في استئناف الانتاج من الحقول المتقادمة تفاقمت جراء طقس شتوي قاسم أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في حين بلغ المؤشر نيكاي أعلى مستوى في أسبوعين بسبب أعمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه المواصلات وارتفع نيكاي بنسبة 51 من 100% وأضاف المؤشر طوبيكس الأوسع نطاقا نسبة 71 من 100% وصلنا إلى ختام نشاطنا لاقتصادية المفصلة بقت تدكرة بأبرز مجاواتها الانتهاء من تأهيل 1372 كيلو متر من الترع بإطار مشروع قومي لتأهيل الترع ارتفاع عجز ميزانية إيطاليا إلى 5 و 12% من النتك المحلي الإجمالي في الربع الأخير بسبب تدعيات كورونا الولايات المتحدة تشهد ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة تات نشاطنا دمتم في أمل الله